كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البولندي أندري دودا مراسم توقيع عدة اتفاقية تعاون بين البلدين وذلك بقصر الاتحادية وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ببولندا كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بمصر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بولندا وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا